اشتركوا في القناة 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 في عندنا بعض أمراض أخرى في عندنا بعض أطفال ممكن يكون في عند منهم شوية نوع من التأخر العقلي بسبب أمراض وراثية بسبب رضوض ممكن تكون كما ممكن تقدم خدمات لها الفئة هي المجتمع ينضاف لهم الفئات الأخرى يلي هو ما يسمونه المدكالي كومبرمايز يعني الأطفال اللي عندهم مشاكل كبدية الأطفال اللي عندهم مشاكل قلبية هدول بدهم عناية خاصة أمراض الأطفال اللي عندهم منهم مشاكل دموية وخاصة بمنطقتنا قد ما تكون موجودة هون فعليا ما عندي فكرة حتى أعطيك أرقاء وحصائيات لكن انت لسينيا يلي هي أحد أنواع أمراض فقر الدم كمان هدول الأطفال بحاجة لعناية خاصة تختلف عن العناية ممكن يقدموها ممارسة عام ويكون بعيادات خاصة عادية تستقبل كل أنواع المرضى جميل لأن قبل أن نتقدم أكثر خاصة في طب أسنان أطفال حابين نرجع للدكتور وليد لماذا تم تخصص في طب أسنان الأطفال خاصة وما هو الفرق بين طبيب أسنان عام أو طبيب أسنان أطفال نعم سؤالك جميل في الواقع أنا ما خلاني أحب الأطفال طبعا هو الأطفال أحباب الله هذه أولا صحيح وأنا بالنسبة لي سبحان الله الطفل بمسر إلي البراء فهو تتعامل أنت مع الطفل بعدت عن مشاكل البارغين وصصوا وما أشابه بتتعرض بتشوف أنت عم تتعامل مع الطفل في قمة البراءة ومتى ما عرفت أنت كيف تتعامل مع الطفل ففعليا أنت مثل ما بسمي أنا أولا طلابي كل طفل مفتاح وجرد ما عرفت مفتاح هذا الطفل بقيت معالجة هذا الطفل أسلس وأريح بكتير من معالجة البارغ يعني بعطيك بس هيك فكرة أحد المريضات اللي أنا عالجتها نستطيع حوالي 40 سنة بيشتري الأطفال فأحد الأطفال اللي كنت عم عالجة هلأ صارت صبية ومشار الله حولي ممكن ب30 نصاري فكانت في عمر أربع سنوات فلحنا قلتنا نخدر السن الطفل بنقول له نخدر حنيم السن مشام ما يشعر السن شو عم نعمله أثناء ما هو نايم فخدرتها فيبدو البنت يعني شعرت أنه صار في شيء تاني جلسة اجتلي عند مني قبل ما تعود عكسر سي قالتي عمو أنا ما التلاكت لخير قالتي أبنا اجري عندك ماما قامت السن من ثمية نيامت لي طعمته ووصلت له أسنانه ونيمته باتخد فلا تنيم لي سني نايم وأصلا مو تمني فيشوف انت براءة الأطفال يعني بهالاسلوب ما تلاقي عند واحد كبير جميل ماشاء الله عليك دكتور وليد دكتور وليد الآن تحدثنا أكثر عن كيف يتم الطرق التعاون مع الأطفال خاصة هناك بعض التعاون من الأهل في تخويف الأطفال من الدكاترة كيف ترى طريقة التعاون مع الأطفال شو بتنصح الأهلي في طريقة التعاون بشكل أساسي أحد المشاكل ممكن منتعرض لحنا إلها هي تخويف الأهل ما تفضلت بالطبيب فبيقول له إذا ما فتحت تمك خلي الدكتور ياخد لك إبري حتى بيكون الواقع بتطارب بيكون عندي المرضى على الكريسي موجودة طفل على الكريسي وأنا عم حاول أن اقنعوا يفتحتهم من الطفل فبيكون جواب الأهل إذا ما فتحت تمك خلي الدكتور ياخد لك إبري هذا الطفل مستحيل على أن يفتحتهم فأنا نصيحة الأساسية من صح الأهل أنه يعتبروا أنه الطبيب أو يفهم الطفل أنه الطبيب هو صديق له هو صديق للطفل ما هو البعبة صحيح بالعكس هو رايحة عند الطفل لحتى يريحه من الألم هلأ كل الموضوع أنت ممكن توسطه بطريقتين مختلفتين طريقة ممكن ياخد الطفل بهدوء ويإبريه منك وطريقة ممكن الطفل يرفضها مهما يكلف الأمر فبدأ أول شيء يهمنا لحنا الأهل يتعامل مع الموضوع بشكل صحيح ثانيا إذا الأم تعرف حالها بتخاف ورايحة عن الطبيب الأسنان ما تأخذ الطفل معه لأن الطفل على طول قدوة له وأهله مجرد ملاقى الطفل موجود على الكرسي والأم موجودة على الكرسي والطفل عم يبكي أو عم تبكي الأم أو عم زعوجة أو عم تعيط ممكن يكون مبارغات الطفل بالنسبة له هو الأم هي شيء مقدس يعني أنا أوقات بشوفهم أوقات وقت كنا نشترك ومارس عامين وبتجي الأم مع الطفل وبتعاد على الكرسي الطفل بيخاف على أمه فما بيخلي الطبيب يعني يحاول أي اسلوب يبعد الطبيب عن أمه لأنه هو خايف على أمه فهو بالنسبة له لاحظ أن الطبيب هذا وقت الأمه بكيت أو نزعجت أو عيطت الأم بسبب خوفه وهو خافه فهذا الطفل طالما عمل مشكلة للأم سيعمل لي مشكلة إلي فلذلك يقول إذا أنت تخاف من طبيب الأسنان أو أنت يا أب تخاف من طبيب الأسنان لا تأخذ ابنك معك ستكون موديل بالنسبة له سيئ طبعا أنت ما عم بحسد الأم أو الأب مستقل ستكون الطريقة العرض بالنسبة للطفل سيئة فلا تروح تأخذ ابنك لا تخوف الطفل من طبيب الطبيب بالعكس يجب أن تفهموا أن الطبيب جاء لحتى يخفف لك ألمك لحتى يساعدك لحتى ترتاح من مشكلتك الإدمية جميل سعد دكتور وليد لو تحدثنا أكثر قبل شيء ذكرت أن هناك تعامل خاصة لدى أطفال حديثين لولادة كيف يتم بطريقة التعامل معهم؟ نعم الأطفال حديثين لولادة فعليا في عندنا بعض حالات ممكن الطفل يولد و يتم أسنان هذه الأسنان التي تكون موجودة عند الطفل وهي حالات نادرة لكن موجودة هذه تحتاج لعناية طبية فورية ممكن الطبيب يتدخل و يخلع هذه الأسنان لأنه خوفا ما أنه تفوت بشكل خاطئ تنخلع لأنه لا تكون ثابتة بشكل جيد ممكن تفوت من مجلة نفس تعمله مشكلة الطفل أثنين ممكن تعيق الأرضاع لأنه سيرضع من الأم فممكن تعيق الأرضاع فهون هذه تطلب تدخل الفوري هذه من جهة من جهة تانية قد يستغرب الأهل أنه هل يفترض أن أعتني بفم أبني حتى لو ما في أسنام بقوله نعم مجرد ما كان ولد الطفل مفروض بعض أرضاع يتم تنظيف اللثة عند منه بطعة شاشة بسيطة عليها ما تنظف الفم طلعوا الأسنام يعمل ستة شهور بعمل ستة شهور أنا شو ممكن أعملها الطفل هذا؟ بعمل ستة شهور إذا الطفل عم يرضع من الأم أو من الزجاجة سواء هادي أو هادي حيصير إذا ما كان في عناية صحيحة حيصير في عنده الطفل شي ما نسميه نحن نخور الطفول المبكر أو وهادي بفعل بشكل أكبر كمية ممكن تراجع لأن هناك أطباء أسنان أطفال الطفل نايم الثدي أو الزجاجة بفمه لدرجة الحرارة سبعة وثلاثين جراسيم موجودة الحليب والغذاء له جراسيم موجود جو الفم مغلق فهو عتم فحتكون فعليا مزرعة جسومية مثالية فلحنا اللي بنقول إياكم ارضعوا الطفل بالليل بعد ما بتبزغ الأسنان وفي حال كان فيه اضطرار ليجب أن يكون فيه عند مني تنظيف للأسنان بشكل مستمر فيه فراشي أسنان بأشكال مختلفة بعضها بيكون تنحط بالأصبع زي الكشتوفان ممكن الأم تحط عليها مسحة خفيفة من معجون أسنان الأطفال وتنظف الأسنان بعد منها وتنظفها أو وتنظفها على الأقل بقطعة شاش تكون ملغولة بالماء بس إياكم يا سيداتي إنكم تخلوا الطفل يروح على التخت أو ينام وهو الزجال يفهمه لأنه حيدفعوا الضريبة أنتوا إياه أولا حتكون الضريبة هو ألم ثانيا ما حين نحسن نعالج هالطفل بها العمر إلا بالتخدير العام بالمستشفى وبالتالي حتكون فيه عند منكم رد نفس الأهل والطفل وإضافة لدفع مبارغ صحيح كبيره نفقين عنه صحيح والاستمرارية يعني في علاج في العناية بالصحة الفاموية للأطفال إذا أن يتم بزوغ الأسنان كافة وتبديلها وهذه المشروع جميل سعادة الدكتور وليد طبعا إحنا أكثر حالة بوجهها أطفال خاصة في مراحلهم متدائية بداية عمرهم حالة السقوط على الوجه أو ضرب الفم عندهم الأسنان هناك من الأهالي بعد وقوع طفله وجود نزيف صغير عدم براجعة الطبيب في هذا الموضوع ما هي مضاعفات هيك وقعات لدى الأطفال وما هي نصيحتك لدى الأهل في هذا الموضوع؟ سؤال جميل جداً وبواجهنا تقريباً بشكل يومي أول شيء نميز إحنا بين أسنان مؤقتة وبين أسنان دائمة الأسنان مؤقتة أو اللبنية تبزوغ تقريباً عمرها ستة شهور ويستمر فيها الطفل للتبديل لحد ما نسير عمره تقريباً حوالي 12 سنة الأسنان الدائمة تبدأ بالبزوغ عمرها ستة سنوات وتستمر إلى ما شاء الله طالما الإنسان حيب تكون أوجد إسلامتهم الآن الردود الأولى بتكون للطفل بمراحل المشي المبكر يعني بعمر تقريباً سنة وشهرين أو ما شابه الطفل الآن عصبياً غير متوازن فبيحاول يمشي حيكون يطب ويوقع الآن مفضل رب العالمين اللي علينا إحنا إذا بتلاحظوا كل الأطفال رأبتهم أصير صحيح فهي يعني هي خلقة رب العالمين بتكون الرأس بالتالي محمي ما بين الكتاف وما بين كتاة الرأس بتكون محمية فغالباً الردود بتكون سليمة بالنسبة للطفل لكن في ردود بتكون فعلياً وضع بيكون أسوأ شايف كيه؟ متما تفضل بيكون الرد على الوجه أو ما شابه اللي بنصحه مجرد ما صار الرد مباشرة مراجعة الطبيب صحيح مباشرة يعني هذه بيعتبرها من حالات إسعافية ما مفروض أنه ينتظر عليها يوم أو يومين إطلاقاً صار الرد اليوم في بعض مشافي بتكون مناوبة بالليل ممكن يتراجع الطبيب بالليل أو إذا كان وضع صحابه ممكن صباحاً يكون مراجعة في حالات الحدث بالليل أما الأفضل هو مراجعة فورية للطبيب ممكن يكون حالات كثيرة عند الأطفال هو الإنخلاع يعني يطلع على السنب الكامل صحيح في حال كان الرد بيؤدى لكسر أو أي شيء لا يتم تراجع الطبيب حتى نضمن عدم أدية برعم السن الدائم صحيح هذا إذا كان الرد للأسنان المؤقلة إذا كان الرد للأسنان الدائمة ما هو الحل؟ الحل أيضاً كمان هو مراجعة الطبيب بالأسنان مباشرة في حال انكسر السن وحسن الأهل يجمعوا الأجزاء المكسورة منه حفظها الأسنان أجزاء المكسورة بالحليب ممكن بالحليب يكون أفضل ومراجعة الطبيب أجزاء السن المكسورة هذه ممكن الطبيب يراجع يلسقها بمكانه هلا نفترض ما كان كسر كان انخلاع كامل للسن طلع السن بالكامل مما كانه والأهل لقوا مباشرة إذا كان بمنطقة قذرة يعني على التراب بالحديقة أو ما شابه يمسك السن من قسم البارس بالفم اللي هو التاج نسميه إحنا أو الكرام يغسل تحت الماء يوضع في الحليب الحليب ليش الحليب الحليب متوفر بكل مكان بالبقالات بالقاريات موجود موجود بالبيوت موجود وينما كان بنحط بالحليب ويراجع الطبيب مباشرة كل مكان أسرع كل مكان كانت نتيجة أفضل 20 دقيقة إلى 30 دقيقة هي الزمن المثالي لحتى نحن نكون مخصرنا شيء من حيوية السن ممكن يرجع هلأ ما حني حكي على موضوع صحب العصب أو من صحب العصب أو موضوع آخر يرجع للطبيب جميع بس أهم شيء أهم شيء حفظ السن بواسط طرطب أتمنى على السيدات والآباء أنه ما يحفظوا السن بواسط جاف أنا بيجيني كثير حالات حافظينه بمحرم بيجو بعد ساعة أو ساعتين لو جيت لعندي بعد ساعة وحاطوا أنت بالحريب نسبة نجاح عالية بيجي لعندي مني أنت بعد نص ساعة وحاطوا بمحرم نسبة نجاح وتكون مجدانية جميل ساعة دكتور أون توجهنا أكثر لمركز بولونية لطب الأسنان الأطفال ما هي المويدات؟ شفنا ألوان الغراف تهيئة العيادة للأطفال خاصة موجود ألعاب للأطفال تخبرنا أكثر عن المركز وكيف يتم طريقة تهيئته للأطفال أول شيء نحن نبدأ من البدايات المركز مثل ما ستشوفوه هو عبارة عن ألوانه زاهية تجذب انتظار الطفل حطنا أشخاص شخصيات كرتونية ممكن تجذب انتباه الطفل هذي اثنين ثلاثة حطنا للأطفال حسب الأعمار ألعاب في ورفة الانتظار الأطفال الصغار من هنا أطع ليجو من أطع الكبيرة بحيث أن الطفل الصغير ما يبلع نقطة السلامة هامة بالنسبة لنا أثنين حطنا للوح ممكن في بعض الأطفال عندهم هواية رسم ممكن يرسم عليها وذول بالفعل تشعر الأطفال كثير مهتمين فيهم بالألوان والرسم ثلاثة حطنا ألعاب اللي هي البلاي ستيشن بحيث أن يفوت الطفل حسب عمرو ممكن تستغرب عندهم من أطفال يخلصوا علاج ويكونوا على اللعبة ما انتهت يخلصوا علاج ما يروح على البيت بحيث يشعر الطفل أنه هو فعليا جاي لمكان محبب له ما هو مكان يعني مخيف بالنسبة له هذه واحد اثنين الستاف يلي موجود حاولنا يكون الستاف قدر الإمكان سواء المطباء المشاركين معي أو من المساعدات أو الموظفات الاستقبال أهم شيء اللي احنا بركز عليه موظفات الاستقبال هنا يكون نطيفات بالتعامل ويكون مقبولين للطفل نقاط التمييز نقاط التمييز للعيادة هذا هو الشيء يلي أنا كنت وقت اللي بلشت بالأسس بمركز هاي نقاط الأساسية كنت نعم دور عليها حتى يمشي في المركز ويكون في شيء يكون الجو مريح أحيانا ممكن نحط بعض موسيقى هذي بتخلي يكون أمور كويسة في عنا التلفزيون بنحط له علي أفلام كرتون للأطفال في عنا متما شايف كل جهاز في عليه جهاز في عليه شاشة وهذه الشاشة بده تكون في عليها أفلام كرتون أو شخصيات المحبة للأطفال بحيث سلفت انتباه الأطفال بشكل دائم جميل سعادة الدكتور وليد لو تخبرنا أكثر عن طرق التعامل وأسلوب التعامل لأطفال منذ دخول العيادة حتى وجودهم على كورسي لمرحلة التخدير نعم أول ما بخطفت تستقبل موظفة الاستقبال بغرفة الانتظار متل ما حنشوف هلأ في عنا وسائل ترفيه لأطفال موجودة بغرفة الانتظار ولاحظت أنا تماما أطفال كتير عم تلفت انتباههم بينما يوصل لعنا العيادة بيوصل العيادة نستقبله لازم نحن أول شيء بيتهيئة السلوكية المعتادة اللي هي نسميها تلشو دو بمعنى آخر نحن مورجيئة كافة الأدوات قبل ما نشتغل عليه هون ونجرب على يدنا نحنا بعدين على يد الطفل لحتى يشعر الطفل بالأمان وثقة طالما ما صار طالما ما في عنا ثقة متبادلة بين الطبيب وبين الطفل العمل ما ينجح صحيح فلذلك لازم يكون في ثقة متبادلة وثقة هي ما محسن ناخدها غير حتى نكون صادقين مع الطفل الطفل ما بيعرف لون رمادي بيعرف لون أبيض أو أسود فإما أنت صادق أو كاسب ما في عندك خيار ثالث فلذلك نحن نحاول على طول نكون صادقين مع الطفل معظم الأطفال نحسن نحظ بيتفاعلوا بشكل جيد مع هالأسلوب هذي اللي هو الشرح المبسط والمحاولة العمل مثل ما هكذا نحن في عندنا وسائل معينة وحديثة مثلا نكشف النخر ممكن نكشف النخر بواسط أشعة الليزر نحن نستخدمها حاليا بصور شعاعية أو ما شابه بحيث يكون تعريض الأشعة أيضا كمان بيحدوده الدنيا نحن تماني إزال الطفل جميل نتابع العمل بخطوات نشرح للطفل كل خطوة نقدم عليها قبل ما نقدم عليها يعني بحيث أن الطفل ما يشعر بحاله أنه هو متفاجئ أو أنه تم نكذب عليه فبيكون كله واضح وصريح تماما مع الطفل هناك مجموعة من الأطفال يمكن أن يكون التعامل بالشكل معهم شوي غير مجدي هناك الغاز يسمى الغاز الضاحك أو الغاز الغاز نطبق عليها هذا يأتي بأشكال بأشكال بألوان وبنكهات مختلفة محبة للطفل غالبا تكون الفريز أو الفرولة يحب الطفل تساعد بالتغلب على القلق والتوتر عند الطفل الآن ننتقل أطفال يستجيبون هناك نسبة من الأطفال صغيرين في العمر وعندهم نخول متعددة وتسوّسات كثير والتعامل معهم يكون صعب هذه الأطفال إضافة لبعض الأطفال ذوي الهمم لابد من التعامل معهم بالتخدير الرعام نأخذ المجموعة من الأطفال على المشفى ننجز العمل بيوم واحد بيعود الطفل بعد أن ينتهى العمل ساعتين ويطلع أن ينتهى الأمور بشكل جيد إن شاء الله سأل الدكتور كل إنسان طموح إلو رسالة ما هو طموحك لهذه العيادة الجميلة على المدى الطويلة؟ نحن نتأمل إن شاء الله أن يكون بشكل أساسي كمركز نحن صررنا الشهر تقريباً يكون بشكل جيد ويتمأمل أن يكون نحسن نعمل فروع أخرى في بقية يعني الإمارات إن شاء الله تعالى جميل سعد الدكتور قبل أن يدهمنا الوقت في نهاية البرنامج نعرف سادة مشاهدين أكثر عن موقع هذه العيادة وقام لهواتف للتواصل مع سعدة الدكتور وليد محمد سعدة نعم العيادة موجودة بمنطقة أبو ظبي بمنطقة الخالدية بشارع زايد الأول بناء اسمه كي ام بلدنج وهو اللي فيه سوبر ماركت هو الكي ام جميل متجاه فندق الشرطن جميل أرقام الهواتف يدهية موجودة طبعا سوف انا رضها على الشاشة من زميننا في النهاية قبل أن ننهي هذا البرنامج الجميل معك سيدكتور وليد نحن مقابلين على عيد الاتحاد شفت وجه رسالة إلى أمراء وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في نعمة الأمن والأمان نحن متواجدون فيها الله يديم عليهم النعمة بدنا نأخذ منك كلمة فهذه المناسبة أول شيء بهاني أخواني بدولة الإمارات العربية المتحدة بيعيد الاتحاد بقول لهم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله دائما بتتم هالبلد على الأضاء والله يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار الثانيا بتشكر شيوخ الإمارات المتحدة جميعا على العيش الهن والعيش اللطيفة اللي متواجد واللي هو يفترض أن يكون مثال وقدوة لغير دول كلتها نلاحظ هنا في عنا عدد مختلف من الجنسية تقارب 200 جنسية والكل عايشين بأمن وأمان وهدوء واستقرار والكل عايش بكامل احترامه وكامل حقوقه واخذها ما في أي تمييز لشخص رغم أني أنا غريب عن هالبلد لأنني أعتبر حالي ما حست بغربة بخدر ما حست حالي أني واحد من أهل البلد بسبب مضيافية أهل البلد إخواننا الإماراتيين جميعا وتعاملهم الطيب وإضافة لأنه تعايش السليم والطيب والجميل ما بين جميع أطياف الموجودة بالإمارات بشكل شيء ما يسمي المزيق الرائع اللي هو بيعطي الإمارات جماليتها وبيعطي حلاوتها بحيث أنه يتمنى أي واحد أنه يعيش بالإمارات جميل في النهاية دكتور وليد أنا بتشكك لإستقبالك الرائع لأنه لبرنامج ربض الاتحاد قدامك لهذا البرنامج أرجو أن تسمع لكملة البرنامج بتجول داخل عيدات أبولونيا لطب أسنان الأطفال أهلا وسهلا شكرا لإلك طبعا عزائي المشاهدين كان معنا لهذه حلقة سعادة للأستاذ الدكتور وليد محمد السعدي من مركز عيدات أبولونيا لطب أسنان الأطفال الواقع في أبوظبي الخلدية مقابل فندق الشيروتون في النهاية بدومتم بأمان الله وجنودنا ليهم فخر بسماها ليش عن فخر لنا دوم وأباد وبنت زايد للوطن الله حباها رب تجعل الفخر عز الطلب وجنودنا ليهم فخر بسماها ليش عن فخر لنا دوم وأباد وبنت زايد للوطن الله حباها رب تجعل الفخر عز الطلب